قام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يرافقه عدد من الوزراء بزيارة مطرانية الروم الأرثوذكس بعمان وقدم التهنيئة بعيد الفصح المجيد وأكد أننا في الأردن نعيش قيم الوئام والتعاضض والتآخي الحقيقي الذي يربطنا جميعا مسلمين ومسيحيين نعيش كأسرة واحدة تجمعنا المحبة والاحترام هكذا اعتدنا منذ بداية عهد الدولة الأردنية قبل مئة عام ولازلنا على هذا العهد كلنا واحد يجمعنا وطن واحد همنا واحد وفرحنا واحد نحن كلنا شركاء في هذا الوطن وجميع الإخوان الموجودين هم ونحن هذا النحن في بلد أبي الحسين وكل عام وأنتم أبأ الفخير وأنتم تعرفون تماما مقدار المحبة والتحية والمعايدة التي أيضا يوجهها سيدي صاحب الجلالة لكم جميعا فردا فردا وحقيقة كل أردنين يحتفلوا بهذه المناسبة الأزيزة على كل الأردنين شأنه شأن المناسبات الأخرى اللي أنتم تحتفلوا فيه مثل عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الميلاد اللي كنا منحتفل فيه وعيد الفصح اللي كنا منحتفل فيه لأن حقيقة كل ومجموع واحد لا يتجزئ وعصي على أي محاولة لا تقدر الله من شأنها أن تميز ما بين المجموع وأن تنتج آخر فيش آخر إحنا مجموع واحنا واحد إن شاء الله دائما بلدنا رضا لها بخير إن شاء الله دائما بدعواتكم المقبولة ودعوات إخوانكم وإشقائكم أئمتنا الأفاضل أن ننعم ببركات الرحمن وبركات الرب علينا دائما وأن يجنبنا دائما ويجنب بلدنا باستمرار شر هذا الوباء الذي رحك بالعالم وحضر اللقاء عدد من الأسقفة وممثلي مجلس رؤساء الكنائس في الأردن وفي تصريح صحفي لدولة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفائز هنأ المسيحيين في الأردن بمناسبة عيد الفصح المجيد داعيا أن تكون جميع أعيادنا أعياد محبة وفرح وأن تعود علينا والوطن ينعم بالازدهار والأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الهاشمية وأضاف أننا نفخر بالأردن بقيادة كرست جهدها لنشر ثقافة العيش المشترك والمحبة والوئام ونبذ ثقافة الكراهية كما هنأ رئيس مجلس النواب المحام عبد المنعم العودات عموم المسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد وذلك خلال زيارة قام بها إلى مطرنية الروم الأرثوذكس حيث عبر باسمه وباسم أضاء مجلس النواب عن أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة متضرعا إلى الله أن يعيده علينا بالمحبة والخير والسلام